كيف بدأ الفيلم دينا مع الدري جيمي الذي يقرف الجميع وساكن غير هو ومه وحالتهم المادية على قد الحال هوايته كرة القادم ديما يلعبها لكي يكون غادي وكي يكون جاي وحيث هو واحد ومعنده اصحاب الكرة هي في انكيدوز اغلب الوقت دياله فاشكن يلعبها في الشارع مشات له الكرة جهت واحد الدار قرب لها بشي هزها فشاف وجه دي المراه كي يخلع بشي في السرجم دي اللاكاف جيمي تخلع وهرب مشال درب هون يلعب احتاجت ممو قطعيط ليه بشي هبط يتعرف على خاطبها الجديد اسمه جوني وبدأت تشكر فيه وفي الموتور دياله قال لها ولدها يكما كانوا يعجبوك المماطر هي تلفات وقلت ليه اللاغي حيث ما عمري قلت لي كرهم يعجبوني يصافي وقلت لخاطبها بشي هبطة جيمي تعجبوه الكرة وكي يتير انتباهه كتر قال لها تانا تعجبني الكرة بزاف وبدأ يلعب مع ولدها ولكن يلعب معه قاسح ومن اللعبه اعرفوا جيمي ما عنده مع الكرة ولا يعرف ليها النهار الثاني يذهب جيمي للمدراسة وفيما يرى جوردان وصحابه يتخبع منهم المهم هو ما يبنش ليهم حيث فيما شاهدوه يتنمروا عليه وبعض المرات يضربوه قاع جوردان متكبر بثاف واناني حيث هو العمدة المدينة حتى من الأستد الرياضة ويلر لم يفلت منه وقل يلوح له الهدرة وقل له المدير يقلب على ما يريدك حيث سيجري عليك ولكن الأستد لم يدهش فهدرته ومشى جيمي دخل المدراسة وعند باله وفلت منها حتى خرج له جوردان هو وصحابه وضربوه في الساحة هربوا وابقوا تابعينه حتى شدوه وابقوا يضربوه فيه وراء الأقصام هذا كله كان يرى الأستد ويلر من السرجم ولكن لا يقدر يديره دخل جيمي للمدراسة ولقى الأستد يعلق في الإعلان القبول في الفرقة في الكرة القدم المدراسة جيمي خبع الإعلان بإعلانات أخرى حتى أحد يشارك ويقدر يضمن بلاسته في الفريق بلا مشاكل وفعلا لا يرى أن يدوزوا الاختبار ولقى غير قليل الموتار الشيحين من بينهم كاسبر الذي أخفه أسرع ولد في المدراسة وكان يشارك أحد أخر سميته يولفيس عصابي وضغية كي يغضب وحتى جوردان كان مشارك وغير شاف جيمي يمشاليه وضربوه وخرجوا من الملعب ولكن المدرب رجعوه وفرقهم في هذه اللحظة كمباين جوردان في اجتماع مع المسؤولين المدراسة وتبرع عليهم 90 ألف جوني هستيرليني نرجع للمسابقة بدأت تدريب وجوردان ضرب جيمي بالكورة وطيحه الأرض جاء الأستاذ تعصب عليه وقال له يخرج من الملعب ومشال عند المدير لكي يشكي لهم التصرفات جوردان ويعاقبه ولكن المدير لا يستطيع أن يقوم به وقال للأستاذ من اليوم يجعله بشكل أحسن لعب في الفرقة وليس لا يعرف أن يلعب قاع الأستاذ هذا يعصبه مقابل به مدراسة سالات وجيمي خرج فرحان لدي أمم الخدمة لكي يرجع هو ويها للدار ولكن لديها زيدة السويع في الخدمة وقالت له أن يتعطل وغير يذهب للدار وجيمي طريق بوحده وكان ضلاما وشكرا ثم أخرج جوردان من بابه وصحابه وابقوا تابعين وصدروا والذي كانوا ضلامين حتى جراته واحدة مرة كبيرة في العمر ودخلته لدارها وبدأ جيمي يدور في الدار ويشوف كمية القشل اللي عندها قديم وسط هذا الشيء رأيت صباط دي الكورة فقلت له سأعطيه لك حيث سيجعلك تقولي أحسن واحد في الفرقة جيمي لم تطيق هذا الشيء وقال لهارها غير صباط ما من سحره وقوة فيه اللي ستجعلني نكون هكا جاوبته هذا ليس صباط عادي هذا لعب به أحسن لعاف منشيستر سيتي الذي مركبه بثير في البيوته وكان اسمته بوبي جيمي خذر القدس من عندها وخرج وحيث لم تطيق هذه الخرافة أرماه في الزبل ومشال للدار كانت جديدة ادخلت للمدراسة وكانت غادا في القولوار حتاجت عندها واحد المتنميرة للبنات مع أصحاباتها وابغاوا يتنمروا على الطالبة الجديدة ولكن وقع العكس حيث ضربتها لوجهها وعطيتها درس لكي لا تعود تقرب لها جيمي تعجب بثير بها بسبب هذا الشيء الذي دارت وتمنحته يكون شجاع بحالها من شاء البلاصفين كانوا مجموعين دراري وطلاقه له جوردان هنا وقف وجهه بغاية دفع على رأسه ولكن لم يقدروا وقدروا يضربه وقفوا له البلاصفين لكي يلعب ورماها جوردان في الكاميو الزبل الذي كان دايز فهذا الوقت لم أعرف جيمي ما يدير حيث هنا كانوا كيسينه غير الأستاذ يأتي لكي يمشي ولملعب يلعبه وهذه هي البلاصفين ولم يبقى وهنا تفكر الصباط الذي كان يرمى ومشا يجري له لكي يجيبه ورجع عوتاني يجري قبل ما يمشيه الأستاذ كان عمر عنده الطوبيس وكيسين فيه غير هو ولكن المدير قالوا ما تسناه غير سير حيث أصلا ليس مهم في الفارق الأستاذ يطر يسمع الهدرة ولكن فش بغي دماري لا يريد أن يتحرك له الطوبيس والشيء الذي يجعلهم يتعطلون وقدر جيمي يلحق عليهم وصلوا للملعب والماتش بدأ والفيرق بجوج كانوا يلعبون بعنف وشيء يضرب شيء وكان بحل الماتش دي المصارعة ليس الماتش دي الكورة والذي يزاد كمل هي الشتاء كان تصابة والدنيا كلها غيس وبكثرة الكوفرات الحاكم لم يكن يعرف أن يحكم بينهم وجوردان أخذوا القصفرة بسبب العنف وثلاث الشوط الأول والفرقات جوردان كانوا رابحين ببيت فاذا بدأوا الشوط الثاني قدروا يتعادلون وتضرب جوردان فخرجوا الحاكم ودخل المدريف بلاستو جيمي وغير دخلوا بلا مقدمات قدروا يربح الفارق بضربة مجهدة بثاف ومن مسافة بعيدة وتسالات المباراة وربح الفارق ديالهم جيمي قدروا فرحة كثيرا وقصت ديركت هذه السيدة لكي تقول له على سيرة ذلك هذا الصباط وماذا قصته فاذا تفعلها على هذا الشيء قلت لي أنا أعرف ترك لعبتي وماركيتي بيت وقلت لي هذه الصباط كينة معلومة وحدة عليه وهي كان واحد اللاعب اسميته بوبي الذي كان لعب رسمي في مانشيستر سيتي ليس جيمي يقلب في تاريخ هذه الفرقة والتي أصلا كانت الفرقة التي تعجبه وفي النهار الثاني مدرسة وقدروا يتعرف على الطالبة جديدة التي اسمتها سارة وتفهموا بثاف وخداتوا مع هذه الفرقة التي تعجبها والتي هي واحد المقبارة تسولها لماذا تعجبك فجاوباته تزوينها بثاف وكي يعجبها تعرف الناس من بعد ما تموت وهو عاود لها على القصة الصباط وقال لها على اللاعب بوبي فقالت لي عرفته وخداته للقبر دياله ولكن لم تطيق بالله هذا قبره حيث لا يكتبين عنه الذي كان لعب في مانشيستر سيتي فرجعوا للمدراسة تلقى لهم جوردن والمتنمير احتهاية وبدأك يتنمر عليهم وجيمي يريد أن يمشي ولكن صارت وقفاته وقالت لي خاصتك تواجهه لكي لا يبقى يدور بك ولكن جيمي لا يستطيع فعل ذلك فتصدمت فيه وتقلقت فسألت المدراسة اذهب لجيمي للنادي المانشيستر سيتي لكي يسول على هذه اللعاب واحد العامل تمانعت له الضر في واحد اللعاب الذي كان مع الفريق حال هذا حيث يستطيع يعاونه وفشم شاله وضق خرج عنده الأستاذ ويلر وهنا عاد عارف من اللعاب في مانشيستر سيتي وعنده الكثير من الجوائز دخلوا للدار وبدأوا يهضروا الأستاذ قال له إذا قدرنا نصل إلى فريق مدراسة يربح البطولة أراك ستكون أساسي في مانشيستر سيتي وهذا كان حلم جيمي من صغره وليس يبقى غير مشجيع للفرقة الغدليه كان ماتش ثاني لعبوه كان الفريق خاسر وغير دخل جيمي في الشوت الثاني قدر يسجل ثلاثة بيوته وخرج الفريق المدراسة رابح وقعوا هكا على هذا الحال في كل ماتش يجعل جيمي يربحه حتى قربوا من النهائية في واحد النهار كانوا راجعين من الماتش وتخسر لهم الطوبيس ووقف بهم وسطريق جيمي بدأ يضرب في موتور الطوبيس بالصباط لكي يعمل فيه قوة سحرية ولكن خدته لم أصدقات قليلا حتى تزع لهم هاري صديق عائلته بالطوبيس وفي الطريق أعرف بالله هاري وقع له مشاكل مع عائل جيمي وهو لم يكن أعرف من بعد داز عند ماما يأخذهم ضرب جوج من أمور هذا الماتش كلهم جيمي أشهر واحد في المدراسة وكل شيء يحضر عليه الأستاذ أعلن على الماتش النهائي الذي سيلاعبه فيه وصاره وخاما عنده معه كورة ولكن سيحضر على جيمي فكانوا يلعبوا في ملعبه كان واحد المستكشف المواهب يتفرج وحاضي فيهم لكي يعزل موهيبة جديدة يدخلها لفارق كبير رأيت جيمي وتعجب في القدرات التي لديه مهيبته ورأيت باين جوردان ومشاهده لكي يقوله على ولده ولكن المكتشف لم يكن مهتم حتى واحد من غير جيمي حيث كان أكثر واحد مميز الخبير رأيت اللاعب السابق ويلر الذي كان هو المدرب الفارق في الليل فاش كان راجع جيمي للدار ومشاهد عند الشيبانية وعود لها على الماتش اليوم وحال فرحان حيث يمكنه يوصل الفارق للنهائي ومشاهدها على أبوبي فجاوبته باللي كان لعبه بثاف وفاش عرفته مرض خائب لم تقلته لي وعطيته هذا الصباط لكي يكون فرحان ولكن فاش عرف جاء عندها وتخاصم معها من ثم ما بقيت شافته وقالت له باللي في هذه الدنيا كان الكذوب الذي يدرق الحقيقة وكان الكذوب الذي تقدر تدرق به الآلم الناس وتفرحهم به وهذا الشيء ستعرفه فاش تكبر جيمي قال لها لماذا لا تفرج معي في النهائي الذي سنلعب الغده؟ قلت له وماذا ستقول لهم عني قال لي غير عاجم سيشوفك السيدة فرحات بثاف حيث تفكرها وعرض عليها التفرج فيه ومشاه جيمي للدار وفي الصباح وجد رأسه ودعمه ليس للماتش فاش خرج شاف صاره وفرح بثاف حيث يأتي تفرج فيه وهو في طريقه لدار السيدة القلخ الدامة سيكون المبناء الذي ساكنه فيه بدأ يأتي لجهتهم ويغوط لكي لا يضربوه ولكن بدأت ترياب وهو يبكي عليها لأنه خاف تكون الداخل قليلا اعتبروا له أطار الرجلين في الثلج وعرفهم ديالها فاشتبعهم لقاها مرمية في الثلج حيث مسكينة ماتت بالبرد مشاجئ من الملعب ودخلوا وهو حزين بثاف عليها وحزين كثير حيث لا يستطيع يعاونها في شيء وخاكنت هي السببب في النجاح الذي وصل له وماتت لا ترى الموهبة دياله وتفرح به حتى هو في هذا الوقت باباين جوردن بدأ يهدد مدير المدراسة بالله لن يدوز لهم هذه الفلوس لما يضرب جيمي في الحتيات ويجعل الأضواء كلها على ولده جوردن المدير في البلاصة وقال له لكي يجعل جيمي في الحتيات ولكن المدرب لا يريد واخذها عند اللعاب وقال له انتهت الخبار بفمك وفاشقالها لهم كلهم وقفوا في وجهه وقال له إلى ملعب جيمي تتحد فينا لا يدخل الملعب المدير تأثر كثيراً بهذا الموقف وعرف الخطأ دياله تشجع ومشال عند العمدة وقال له فلوسك غير خليها لك هذه مدراسة وانا قادر نسييرها الراسة ومحتاج لك وحتى حتى لا يتحكم فيها فشل الفارق بدأ يوجد دراسه جوردن سرق صبات جيمي ورماهله في الواد جيمي بدأك يقلب عليه ولملقه اخذ المدرب يخسر في الماتش هنا جيمي تضمر كثيراً حيث تخسر هاري الصديق لعائلته الذي كان معتبره بحلبه وخسر السيدة الذي عاونته يشوف حلمه وخسر حتى الصبات الذي غيره حياته وحتى من بوبي الدابة لم يعرفه ما كان جاءت عند أمه وحاولت تشجعه وهنا تلاقت بهاري وقدروا يهدروا ويتصالحه هاري استغل الفرصة وطلبها للزواج لكي يكملوا كعائلة الفارق فريق دخل الملعب وبدأ الماتش جيمي كان تالف كثيراً ولعبه ولكن لم يكن على خاطره الذي خلال الفريق يخرج خاسر بجوجل في الشوط الأول المدرب لم يكن من جيمي وقال له السر لك لا يوجد في الصبات سوف ينفرح لك وحبك لهذه اللعبة وعود له على قصته كيف كان لعبه ولكن ديما كان يتنمر عليه وهذا ما لم يجعله يوقف وصبح طائق في رأسه وهذه الثقة التي تجعله ماركي ديما حتى هاري جل عنده وقال له نفس الهدر الذي قال له المدرب هنا جيمي يسولهم على بوبي فقال له هاري كان عارفه ومشاوكي يجري وعنده وهو كان واحد السيد ووقف حد الباب الملعب يفرق في الإعلانات جيمي يسوله على الصبات وماذا هي هذه السيدة قال له بوبي هذه الأم لي فعرفت المسألة المرضي التي تجعلني لا أرى قررت أن تخلع عليها ورجعت قلبت عليها من بعد ولكن لا أردتها أما هذا الصبات رأى غير كوضاة عادة وليس لديه لا سحر ولا قوة كان تخذت لي فقط لكي تفرحني كهدية جيمي تفكر هدرتها على الكدوب الذي يخبره الآلم والذي يفرحهم وعاد أعرف هذا الشيء الذي يصل له كان من إنجازاته ولعبه ومشي من الصبات شوت ثاني بدأ وجيمي دخل متحمس بشي لعب وغير بدأ الشوت كان فرق كبير بين جيمي الذي يلعب من قبل وجيمي فرق كبير وبدأوا يشجعوا فيه زاد تحمس والفريق كله يعاونه وبدأوا يلعبوه كلاعب واحد وقدروا يتعادله لمشي سالة ودازل الوقت بدل الطائع كل شيء كان على أعصابه جيمي أعطى طاقته كلها ويطالع بشي يسجل تلقى له جوردن وقال له يعطيه الكورة كيف هو الذي يماركي ولكن جيمي تفكرت ضربة الذي كان يضربه بكورة على وجهه وردها له من بعد قدر يماركي وهكا أخذ البطولة وهو أخذ حتى الأضواء خرج كل شيء فرحان بالربح وجاء عن جيمي المكتشف المواهب الذي كان حاضيه وعرض عليه يدرب مع منشيستر يونايتد ولكن جيمي لم يريد وقال له أنا أريد أن نلعب مع الفريق الأحلام الذي هو منشيستر سيتي وهنا تسالة الفيلم دينا بالربح الفريق للبطولة وفوز جيمي بحب الناس نتمنى الملخص يكون أعجبكم ولا تنساوش تفرجوا في الملخصات الفيتا وديروا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش تفرجوا في الملخصات الجاية صلاب وانتلاقوا في الفيديو الجاي